التعليم الهدف الأول الهدف الأول هو يعني نغفهم نغفهم نرينا ندرسهم زيانة نرينا التلاميذ اللي يقرأوا في واحد المستوى وواحد الجودة ونرينا يكونوا بخطرهم ونواكبهم ونواكبهم في التكوين ونواكبهم في الإمكانيات هذا هو الهدف دي لنا ما عدا شيء هدف أخوه إحنا إلا سمحتوا أنا أخذ واحد خمسة دقائق في هذه النقطة إحنا نضم البنامج دي لنا في باب النهوض بالمنظومة التربوية وإعادة الاعتبار ومعنى التدريس إجراء يقول بأنه الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجراء الصافية لتصيلها إلى سبعة ألف وخمس بيد يلده هذا الشيء في البرنامج وبالنسبة لحملتي شهادة التأهيل التربوي أنا سأعود أن نرجع لكم للتكس لأن هذا الشيء يرجع بزاف ويغلط يغلط المواطنين ويغلط بأخطارت حتى الأستيدة أولاً سأتكلم أجبنا في البرنامج باش نكونوا كوننا ترنكل بأنه هو اسميته وهذه نقرأ لكم الفقرة اللي كي نعلى هاتش هذه خديتها من من البرنامج للحكومة لا سمحتو إن إعادة الاعتبار لمهنة التدريس تمر بالضرورة عبر تحسين دخل الأستاذ عند بداية المصر عند بداية المصر ومواكبته طيلة هذه الأخيرة وتقييم منتظم لكفاءته في إطار وفي إطار الحوار الاجتماعي وفي إطار الحوار الاجتماعي لأنه هاش بغينة ولكن راكل الحوار الاجتماعي تفتح الحكومة خلال السنوات الأولى من ولايتها حوارا اجتماعيا خاصة مع المركزية النقابية التعليم الأكثر تمتيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابع الرمية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرى الصافية الشهرية لتصل على 7500 درهم بالنسبة لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية المهني التربية والتكوين وإن هذه الزيادة البالغة لأن الزيادة هي 2500 درهم أجرى ديال بداية المصارب ديال الأستاذ ستتيحه رفع من جاذبية مهنة الدريس بالنسبة للأساتذة الممارسة لديهم أقل من 7500 درهم سيكون بإمكانه الاستفادة من التعويضات الجديدة شريطة الحصول على شهادة تأهيل تربوي بعد اجتياز مهني تضعه كلية التربية والمراكز الجهوية لمهنة التربية والتكوين وتدعم هذه المؤسسات سنكملوا معهم معهم ما نقلنا هنا دباء الإخوان اللي يمكن يشوفوني في اللايب دباء كانت ترقل المشاكل باش نفهمه ولكن المستقبل كلام أخر نحن نهضر عليه بلي حطينا هادل بلي تحطينا هادل حطينا هادل الإشكال يحنا الهدف دينا هو نطلعهم من المستوى دي للتعلم يحنا مشينا لثلاثين عام الشباب يعني تعطت لموينة باش نجيبو باش لا تركت فيدي ولكن ربطناه بواحد القضية هنا مهمة هي على حسب الحوار الاجتماعي لأننا احنا مشي بوحدنا احنا عندنا نقابات منفاص عندنا الناس دي اللي مهنا ما يمكن شاي نجيو اولا كنقولوا بأنه يعني الحوار الاجتماعي ستفتح في السنة الأولى كليا نقول لكم بأنه تفتح في الأسبوع الأول من الأسبوع الأول لفجلت الحكومة بضاء الحوار دي الاجتماعي وتعملت كثير من خمسين اجتماع يعني مع النقابات تانيا هذا هذا 7500 درم هذا 2500 درم اللي قنا خصنا نعطي واشحام واحد كيدخل في العام في الأول كانوا كيدخلوا 15-18 الالف دابا يمكن 20 الالف هم اللي عندهم الحق فيها اللي كيدخلوا باش كيدتكونوا جوا الإخوان في إطار الحوار الاجتماعي كيقول لك ودي غادي تعطيوا اللي عاد بدا جديد والناس اللي ختمين هذه السنوات ما غادي يوصل لهم حتى شي حاجة وفهمنا فهمنا بأنه ما بغاوهاش في الدخل بغاوه في الخارجة يعني كيقول لك ودي أنا بليك نوصل لواحد المستوى ديال الأشياء الأنز كنوقف وكان بقسيرين ونخدم ومعنديش لورانضمو معندي شي يعني لما ما ما ممكنش هككة ولا هكذا ما عندي السيب المسطر حليا الإشكالية قلهم لهم الأسبقية اللي بغوا نحن الفين وخمسمية ديال الدهم عطيناها منحة مع الجودة ديال تعليم كان قلوا بأنه بليل مدرسة توصل لواحد المستوى يكون عندها واحد لابيل على الاربع سنين اللي جاي أو لخمس سنين كل عام ناخده الفين وليل وخمسمية مدرسة غادي ندير لها لعني لكي تكون في واحد المستوى قبل كنا نقول بأن الأستاذ خصو مع الإنسبيكتر ويدوز لتاس باش يقدر يطلع لها لكي ياخد هذه البخيم دل رانضمو تاف كان واحد شبه اتفاق أنه يكون المدرسة كلها يعني خصو نصرتها تكون نقية خاص المدرسة يعني الداري قرام زيان خاص واحد البروغرام جديد لتطبق فيها خاص يكون فيها الحراس خاص يكون فيها واحد العدد الحاجة التي تجعل المدرسة ترتقي والي يوم لدينا 600 مدرسة قريبة التي هي في هذا النوع التي أعطت نتائج جدا مهم سنراجع لها وقلنا بلغة يكون هكذا هذك الأساتي الذين يقرروا في هذه المدرسة عندهم الحق أن يأخذوا 900 درهم في الشرط قريبا 10,000 درهم في العام يعني بحيال قلتي 13 يموة أو 14 يموة على حساب لسالير لك ما لديك يأخذوا المدرسين يقول المدرسين لم أعطينا أول أخير لم أعطينا شيء أنا كنت فهم أن يقول هذا يستطيع ما ستوصل على اليوم أو غدا يعني ستوصل على ثلاث سنين أو أو أربع سنين وعند الشك وعند ما ستكون عنده أو ما لدي شيء كنت فهم ولكن ما أعطينا أول هذه مدخلة في برنامج الحكوم هذا 6 plus التي أعطي باش نحفز الأستيدة باش يمشيوا معنا يعني فهذا الإصلاح ديال التعليم يعني اللي بغينا و دباء لأنه فد الدولة الاجتماعية لن ما نحق هذا الهدف ديال الدولة الاجتماعية بدون إنجازات من الموسى يعني كتقطع مع الحضر المدرسي والضعف المهويل للتعلومات ديال القراءة وديال الرياضيات سي شكب بن مساقم واحد العام من الجبار ومشا ودار مشاورات وطنية ستهمت قريبا 21 ألف أستاذ وأكثر من 33 ألف تلميذ وأكثر من 20 ألف أصار باش نوضع واحد الخطة ديال إصلاح ديال التعليم أغلبية الأصار فهذا النقاش اللي كان قالوا خلال هذه الجلسة ديال الورشة بأنه ما عجموش الحال على الحالة ديال المدارس ولا النتائج ديالها ولا نتائج ديال الوليداتهم وكحكومة اجتمعية إحنا يعني بغين أولاد المغربة بيسيور يقارهم سيئان ويقارهم في مدارس لي في المستوى ما يمكنش نجير في هذا البصاج ديال ديال هذه الحكومة وما نعملش واحد الإصلاح اللي هو جدري وإصلاح اللي هو كابير فتخلق هذا المؤسسة ديال الرياضة لا يكون ماذا ما سنقل هو توفير جدب للتلاميذ والأطور الإدارية والتربارية والأصار وأظهرت نتائج تخديثوا من عند معلومات الوزارة للتعليم أظهرت نتائج 63 ألف تلميذ وتلميذة مدرسين اللي هم في المؤسسات الرياضة تحسناً ملموساً في التعلمات الأساس لا في اللغات ولا في الرياضيات حيث تضاعفت هادو اللي بدينمعان فاد البوغر يعني كين واحد واحد لاميتودولوجي كين الموين ديال la projeksyon ديال كمان في فر لكالكول الماثماتيك بلا ما هري احفاد كين واحد لاميتودولوجيك كي جيل واحد لكادر اللي هو مزيان عندو المراحي الديالو عندو الدو عندو وادارة عندو الإمكانيات كين اللي قادرين دوك هادو المدرسة وخايا كين في العالم القراري واللات في واحد واحد يسميتو والأباء ديال هادو التلاميذ هما فرحانين دوك هادو 63 ألف اللي تعملت عليهم الدراسة بأنو كين واحد تمن تحسن ملموس في التعلمات ديال الأساس سواء في اللغات أو في الرياضيات حيث تضاعفت نسبة تحكم ديال التلاميذ في الكفايات المستهدفة أربعات المرات أربعات المرات في الرياضيات ثلاثة المرات في اللغات ومرتين في اللغة العربية كما أظهر نتائج تقييم الأولي نسبة التحكم في الكفايات يعادل يعني داباد الكمبيتنس ديال هاد دراي كيفاش تلعف الاسكيل زيالهم كيفاش تلعف هاد فهد لزيكل يعادل استدراك سنة أو سنتين يعني من الدراسة في ضرف شهرين هادو كلي كول اللي بدو كي أعطيوهم هاد الكنديسيون جداد الولد في شهرين بحي لاربها عام ديالا كمريانسيون وهاد شي ماشي التلميذ بوحدو اللي اللي ديجور لانضمام من اليوم الغدو اللي كيفهم لأنه كين المدرسة في المستوى لأنه كي لازيكيبون مستوى وكين بالخصوص الأستاذ اللي هو كي يعني يواكب هاد المشروع وكي يواكب لفورماسيون ديالو وكين تتبوع ديالو ف احنا وسمحوا لي لطولت عليكم فهذا سميتو ولكن كيد غالبي انه هادو موضوع الساعة ولا بدو ما نقض فيه شوية ديالو ديالووقت على ايين قرب نختم اشتداب هاديك لقد دونا هاديك لابليكاسيون ديال الفين وخمسمية ديالو دهم ندوها في الاول كانت اتقام علينا في خمسة الملياض يلده اعطينا اليوم في اللخة سعود الملياض يلده يعني يا باش نعافوا على شك نتكلموا هاد هادشي كله اللي كنتكلموا عنه وانا نتكلموا عن المستقبل احنا في حاجة احنا في حاجة الى الاستاذ باش يكون في المستوى اقول لك الله يحمل اللي يعلمنا احنا كان بغيو الاستاذ احنا كان بغيو الاستاذ يرجع اشتاغل في القسم ديالو في المدرسة لانه قبل قبل من نحنا حكومة التلميذ والاباء ديالتلميذ محتاجينه باش يرجع الى المدرسة وبشي قوي احنا جبنا برنامج بعدها باش من نساش هاد ستاتي كل وجل اللي جابوا جابوا اذك شي البقايا ديال المشاكل ديال المتعاقدين قلنا هاد متعاقدين نشطبهم غادي نديروا واحد يعني هداول مبدأ قاع باش مشينا باش نحيدوا الاشكالية وفعلا ستاتي الى تعقلوا على المظاهرات يعني والمشاكل اللي كانت متعاقدين تفكات بالنسبة لهات ومنون انتقنا باش نحسنوا الوضعية متنو دابع خصنا نكونوا متفقين للمستقبل احنا اولا زعما الحوام دائما نفتوح وقلتها يومين من بعد ما نقابت قالوا بأنه مكانوا شاديين وقلسنا مع سي شاكي بالموسى مع سي سكوري ودونا مع اجتماع مع يعني مع النقابات وقلنا بأنه احنا مستعدين أن ننقلسوا ونشوفوا لأنه كلهم ما 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 يقول لك هذا ما مزيان شكله ولكن يقول لك يعني خصوة حسينات وخصوة جويد ونحن مستعدين للجويد ولكن جويد لابد نفهم شي حاجة أنه غراس ديال هدك شي كله اللي غادي يكون خصنا الجودة ديال التعليم لا يمكن يعني لقاو شي حل مع الاساتي دا إلى ما كان شوحد لابن طي باش تكون الجودة ديال التعليم دوك هذي خصن تكون مكتوبة بعين واضحة من بعد آه فهذا الإطاعة اللي كاين اليوم نتكلم هذا المدرسة ديال ديال الرياضة اللي غني سنو في 4 سنين يمكن نقرب ها نعم نستثمار نزيد في هدريا هد تعويضات نقدر المقاوف المم بجي ولكن نشوفو كيف كل شي يستفيد مع الانجاجمون الفوق بأنه الريفوم ديال الاسكولاريتي بأن كل شي غدي يتم منها وكل شي غدي يهز وكل شي غدي ديال مع الأستيدة ديال ديال التعليم العليم وداخل هذي الموب احنا مستعد لقاول الحلول نقلسو نتذكروا بهدنا ولكن باش نقدرون نقلسو باش نتذكروا لا بد لا أستيدة يعني يعونونا ويرجعوا الأقسام ديالهم ويقرروا ولدتنا لأنهم ما في حاجة لهم أنا بالنسبة لي يعني رأي صعيب باش يكون ولا بد كنطلبوه منهم باش يرجعوا ويقلسوا وأنا أعطي ضمانة ديالي بأنه ستكون واحد الجنة اللي فيها سيد وزير تعليم تعليم سي شاكيب بالموسى وغادي يكون في جنبو سيد الوزير ديال اللامبلوى سي شاكري وغادي يكون في جنبو الوزير ديال بيجي وغادي باش نجلسوا والاجتماع الأول أنا مستعد باش نترأسوا باش نبينوا الطريق اللي خسان باش نشاء الله ومن بعد نتبع نتبع باش نشوف الحلول التي تخلي ولدتنا يقرب تقول الجودة ونكون يعني مع هذا الانفاظ مع الانفاظ اللي بغينا يعني احنا في المستقبل ومع الامكانيات كذلك ديال الدولة دوك احنا مستعدين ولكن يعني الدائق سوم يرجع ويقر أنا بنسبال ليا هذا والنداء انه الدائق سوم يرجع ويقر احنا في حاجة لهذا شي وحنا مستعدين باش نجلسوا وباش نتفقوا ولكن بلغا نجلسوا الكل اللي دير فباله انا ما كنظنش بانه الاستاذ ضد الفكرة انه ما يكونش ما تكونش الجودة يمكن كين اللي خاف من نحو ولك احنا مجيين باش نقول هذا مزيان وهذا ممزيان احنا نجيين باش نعون كل شي ان شاء الله يكون مزيان باش يقرر ولدتنا لان احنا كل عام كان ناخده عشرين الف احنا محتاج الاسات ان شاء الله في المستقبل سي شكيف هذا المراحل كل ها مدر الا العمل يالو قام باش مجهود كبير باش يدير هذا الإصلاح قام باش ميت وحد العمل كبير باش يتشاور مع النقابات باش يتشاور يكون حوار اجتماعي وش حال من الاغلبية دي الحوار الاجتماعي اغلبية دي الو منتفق ولكن لاجتش حاجة كتخص مثلا هذا كش دي ال العقوبات لا تكش كل فيه نقاش لان احنا النية حسنة هاد العقوبات اللي جاء ماشي باش نعقب جينا باش نخف عليم يقاش العقوبات الخوا هذي هي الصعبة اعطيناهم امكانيات انهم يقدر يتسامحوا يقدر 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 دوك هاد شراء كله ايجابي انا هير اللي نغير نقول بانه الحكومة الحكومة وراء والاخلبية وراء سيشاكيب بالموزا ونفتخر بالعمل اللي كيقوم به والحكومة غير ما مر شجعناه انه يزيد الامام وبانه يتنقش وما كنش الباب المسدول الباب مفتوح للحوار احنا ذببا ما شيف شد اللي نقطع عليك هذي بلاد هذي بلاد هذي بلاد ولد نخصهم يقرأوا وخصنا ندير لهم لغفهم إلا ما داتوا هش معانا النقابات والأستيد معامل غادي ديروها ديروها معانا ديرو النيا تقفنا ما غادي شنضر لكم احنا بغينا نزيد بكم القدام ممكن شنخلي هذا دوك بغيت نقول لكم بأنه اتقال كامي لفسي الوزير اشتركوا في القناة